اشتركوا في القناة بطرس ويعقوب ويحنى وهم من على جبل طابور ويفاجأوا بظهور حقيقة شخص ربنا يسوع المسيح وتجليه على الجبل وايضا ظهور النبيين العظيمين موسى وإليا قبل ما يتجلى بحوالي اسبوع قال لهم الحق أقول لكم إن قوما من القيام ها هنا لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله وأحيانا البعض يتعثر يقول طيب ما هما ما عاشوش لغاية القيامة لا عاشوا لأن التجلي هو ظهور ملكوت الله أو الملكوت السماوي ودخول بطرس ويعقوب ويحنى في هذا التجلي تمتع حقيقي بالحياة السماوية كل واحد وكل واحدة فينا النهاردة بيقول يا عز بطرس ويعقوب ويحنى يعني شمان التلاتة دول من وسط كل التلاميذ والرسل يتمتعوا بهذا التجلي اللحظات الجميلة دي فالواقع حبائي حب السيد المسيح يقدم للعالم أمرين مهمين الأمر الأولاني زي ما قال يدوء ملكوت الله فينزل بطرس ويعقوب ويحنى أما الأعدى في الجبل لما أكشف عن ذاته لا تقولوا لي هيكل سليمان ولا تقولوا لي كل المجد اللي انتو فيه ده والعبادة اللي انتو بتعملوها والناموس والطقوس الكتيرة ما تسويش ثانية من لحظات اللي احنا عشناها على جبل طابور دخلنا السماء طب شفت إيه يا بطرس يقولك ما لم ترعين وما لم تسمع بأذن وما لم يخطر على قلب بشر الكلام اللي قاله بولوس الرسول بيجوه فكر كل التلاتة دول لما شافوا هذا المجد أما الأمر الآخر اللي مستنا أيضا وهو عايزي أقول لهم أنتو عشتوا حوالي تلاتين سنة بتدوقوا كنيسة العهد القديم أنا حدوقكم ولو إلى لحظات مجد كنيسة العهد الجديد اللي هو قال عنه ملكوت الله في داخلكم نفسي حد كان يصور لنا منظر بطرس ويعقوب ويوحنى وأنيهم كده مش قادرة تشوف من بهاء مجد السيد المسيح والدهشة اللي في داخلهم من نحو موسى وإليا وهما بيتكلموا مع المسيح أنا متهيئة لإستحالة لإنسان أن يعبر عن هذه الصورة الصورة دي أحبها هي الصورة بتاعتكم صورتكم دي صورة الكنيسة اللي المفروض تكون عليها الكنيسة هنا اسمها كنيسة إيه تجلي رب المجد يسوع وأعلان ذاته لي وضم رجال العهد القديم مع رجال العهد الجديد لكي يتمتع الكل بهذا المجد الفاق أنا أذكر في هذه الكنيسة في التمانينات جه أسقف من لندن ومعه شماس كبير في السن وأيضا أحد الرجال المسؤولين في كنيسة دي تشيرشو في إنجلند كنيسة إنجلترا وحضر معنا عوداس قبل طبعا ما تتبني الكنيسة كان شكلها زي الجراش كناش لقيين قوضة يعني يعودوا فيها كتكل حاجة مكسرة مش هدريين نبني آل بطوب وبعدين الأسقف قال لي الكنيسة دي اسمها إيه؟ قلت له كنيسة الست العدرة والبابا كيرولوس الكبير قال لي ممكن تغيروا العنوان قال لي أنا أفضل تسميها كنيسة التجلي كنيسة التجلي فأنا استغربت وتقول له ليه؟ قال لي أنت روحت لندن وتقول له آه؟ قال لي شفت الكاتدرائيات الموجودة وتقول له آه؟ قال لي الكنيسة دي أحلى كنيسة وشفتها في العالم كله وتقول ده همش هدريين نبني قاله بطوب قال لا 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 ده هي جمالها كده وتقول له إيه اللي عجبك فيها؟ قال لي اللي عجبني الشبان والشبات والعيال الصغيرين اللي مليين الكنيسة في عز الحر والعرق النازل وعندين يسبحوا ربنا منظر ما نشوفوش برة أنتوا عايشين في السماء فالكنيسة دي تبقى السماء بتاعتكم ما بنساش العبارة دي وأحنا في الكنيسة هنا عايزة أقولي يا حبائي نفسي يا ربي في كل قدس في كل قعدة في كل الليتورجية فأعداتنا الخاصة جوة في مخدعنا يتحتحول مخدعنا إلى سماء وتبقى الكنيسة جبل طابور ويتجلى رب المجد يسوع ويضم كل الناس من آدم إلى آخر الظهور ونقول له بس جيد يا رب أن نكونها هنا لا تقول لي كنيسة فيها رخام ولا تقول لي فيها air condition ولا تقول لي مليانة بالناس ولا تقول لي الشمامسة منسجمين ولا أبونا مين اللي بيصلي موضوع المواضيع دي كلها تركينها ورا لكن تقول أنا رحت الكنيسة وشفت المسيح وكشف نوره لي ودقت الإنجيل وعرفت النموس وفهمت النبوات واتمتعت ببشارة الإنجيل المفرحة الكنيسة جوايا ملكوت الله الفي داخلكم زي ما قال السيدة المسيح وأنا في الهيكة لا أسأل نفسي لو أنا ما كان موسى أقول لنفسي إيه أو لو سألما عليكم بخير لما نوصل هنسأل موسى إيه رأيك موسى أجمل لحظات عمرك وانت على جبل سينة بتستلم الشريعة ولا وانت بتعمل المعجزات أمام فرعون ولا لما المن نزل من السماء ولا لما المية طلعت من الصخرة ولا لما كنت على جبل طابور لكن فيش وجه مقارنة فيش وجه مقارنة ما فهمتش الوقفة بتاعت جبل سينة اللي لما تابلت مع كلمة الله نفسه بديت أفهم من نموس صحيحا استلمته وسلمته وتكلمته وعصت لكن كان شهوة قلبي بقوله أريني مجدك وقالي لك عندي مكان وطلعني على جبل سينة وغطاني وبعد ما عدى شفت مجده من بقى من وراء لكن مش ممكن زي اللي أنا شفته لما جيت جوه أرض كنعان وطلعت ونزلني على جبل طابور وشفت هذا المنظر وهو ضممني أنا وإليه واخدت تلات تلاميذ ضمم كنيسة العهد القديم مع كنيسة العهد الجديد لكي تتمدع بشركة الأمجاد الإلهية موسى كان في غاية غاية المجد في هذه اللحظات مهما نال من بركات في أيامه اللي كان اليهود يعني يكادوا يعبدوه طبعا الأول كانوا عايزين يقتلوه في برات كثيرة لكن خاف عليهم ربنا فأمر الملك مخيل أنه يخبي جسده لألا يعبدوه والغاية النهاردة عندهم موسى ده يعني فول كل ولما كانوا يهاجموا حد من التلازميذ زي بورس الرسول يقولوا كان بيتكلم ضده موسى والناموس موسى صاحب النموس اللي استلموا من ربنا وسلموا للشعب ما كانش فهم النموس كمان بقى كان جوه الظل جوه الظلال لكن يا أحبائي موسى ده وقف شاة في التجلي قال له ياه هو أنت اللي كنا بنتكلم عنك فهمت لما أنت كنت ببسط إيدي والمعركة والمعركة تحت قيادة يشوع اللي ورمز المسيح أو يسوع وهو بيغلب عمليق أنا عرفت ليه كنت ببسط إيدي ما كنتش بعمل مطنيات ما كنتش برفع ني الفو ما كنتش بصلي وانا راكع كنت ببسط إيدي وبيش فهم ليه ببسطهم لكن عرفت يا ربي نك أنت مخلص العالم كله وعرفت النموس ده كان حلو قد إيه وعرفت الوصايا بتاعتك اللي الناس كانت تشتكي بيها بعد ما شفتك حبيت أكتر وأكتر النموس لأن عرفته في أعماقه بعد ما كثيرون عرفوه عن طريق الحرف موسى كان فرحان كان فرحان لأن النموس اللي استلموا دلوقتي إيه مش بيشوف النموس بيقول بوليس الرسول عن النموس أنه قائدنا لمين للمسيح فأنا جيت للمسيح وجيت للمسيح في أجمل صورة في البهاء بتاعه ما كنتش بتخيل سر التجسد الفائق رغم أن أنا تكلمت عنه وما كنتش بتخيل عن ما جيء هذا المخلص رغم أن أنا تكلمت عنه ورغم أن أنا قدمت الشريعة بتاعت الزبائح ما كنتش فاهم إيه زبيحة الإثم وإيه زبيحة السلام وإيه زبيحة الشكر وإيه زبيحة الخطية ما كنتش فاهم كل الأمور دي أنا في متى داخل موسى النبي في إشراق نور فائق مش مجرد المسيح نور فقال ياه وجهه أكثر بهاء من الشمس ده نور شر أشرق على قلبه وفكره فانكشفت كل الأسرار الإلهية على قد ما يحتمل وبدأ يدرك خطة الله الفائقة الحكمة الأزلية المخفية حتى عن السمائيين موسى كان يقول ياه يا عزي أن أنا جيت في اللحظات دي إيه ليه كان الناس لغاية النهاردة كثير من اليهود يترقبوا ما جئوا ولما يختنوا طفل يسيبوا كرسي فاضي في الحفلة بتاعت الختان في اليوم التامي للذكر يقول لهم إيه الكرسي ده يقول لك واخدين وعد أنه وإحنا بنختن ممكن إليه يدخل علينا فمتوقعين جايته متوقعين في حاجات كتير إن إليه جاي وزي واحد طبعا قصة إليه كلنا عارفينه لما قال لهم إليه جاه وعمله فيه اللي هم من عايزينه وحتما سيأتي أيضا قبل ما جاء المسيح عشان يقاوم ضد المسيح مش عايز أدخل في التفاصيل دي لكن اللي تبقى دخل فيه إيه أسأل إليه وإنت من شعرك إيه إليه يقول لك ياه ده أنا لما جاتني المركبات النارية ما كنتش عايز أحكي القليشع لأنا ما كانش حيصدقني هقول إيه اللي بيقولوا ده لكن الثوب بتاع العالم اترمى وطلقت بثوب تاني الثوب البر هالقيت اللي داني البر ده أنا تمتعت بالمركبة النارية اللي حملتني إلى السماء ومنتظر عشان رجوعي لكي أستشهد لكن بعد ما شفت المسيح مركبة نارية تسوي إيه ده أنا شفتو الإله الحي القادر أن يقيم الأموات ويصعد بالناس ويدخل بيهم إلى خدن الآب إيه لي يا بي كده فرحان متهلل يقول يا رب إيه ده يا عز الناس بتو بيش داريان يا بطرس ولا يعقوب ولا يحنى ولا الجماهير الموجودة بيش داريان مين ده اللي وسطيهم لكن النهاردة عرفتك يا رب جاء موسى نيابة عن ناموس يكشف الناموس بالفكر الروحي وجاء إيه لي نيابة عن الأنبياء يكشف النبوات لكي يتمتع الكل بموضوع النبوات رب المجد يسوع مخلص العالم فيه تعليق جميل للقديس ماري عقوب السروجي أحب أقوله وياريت نقدر ننفذه كلنا وأنا أقولكم يقول إيه يقول ربنا بس كده الموسى قال له إيه رأيك يا موسى في الشغل بتاعك اللي بدلاتي بقى فهمته فهمت أنا ليه طلعت من أرض مصر وعرفت ليه زبيحة الفصح وفهمت ليه كنت في البرية وفهمت ليه تتلمست تلمست يشوع على إيدي وما قدرتش أدخل أرض على الموعد سبت الدخول لتلميذي يشوع ابن نور طيب إيه رأيك في النموس بتاعك قال له ما فهمتهش غير لما شفتك وشفت بهائك ورفت مجدك وأشرقت بنور المعرفة عليا ومليت قلبي وفكري وحياتي بالأسرارك اللي لا يمكن أن يعبر عنها طيب يا موسى تحب إيه زي ما سلمت يشوع يستلم قيادة الشعب ويدخل إلى أرض الموعد قال له طيب طلبتك يا رب قال له انت عجزت وطلعت قدي شغلانا دي المين بطرس ويعقوب ويحنى ياخدوا البشرية ويدخلوا بيهم لفين لكنعان الجديدة لكنعان السماوية أرض الموعد بشي لتفيد عسلا ولبنا أرض الموعد الأرض الجديدة والسماوات الجديدة اللي يسكنها البر اللي أنا ساكن فيها قال له سلام يا رب وأنا أطول أن أنا أشوف هذا النجاح الفائق أن أنا أسلم هذا العمل للشبان الصغيرين دول يشوع يعتبر بطل لأنه لما بلغ 120 سنة ما تزمرش قال بقى بقى تكون اللي عملته ده ما تدوأنيش أرض الموعد لكن فرحان أنه فيه تلميزه يشوع يستلم القيادة ويدخل بيه أرض الموعد ويعتبر وقال للشعب قال لهم يشوع ده لحيدخلكم أرض الموعد وكأنه هو بيسبح الله قبل موته على طول عدم تسباحة جميلة كأنه بيسبح ربنا بيقول لهم قد إيه قلبي فرحان ومزقطت أنه شاب يستلم العمل مني يكمل اللي أنا عملته وبصل إليه قال له وإنت إليه ممكن تسلم أنت شفت إيه قال له شفت رؤية حلوة قال له ممكن تسلم الموضوع ده ليوحنى عشان يشوف إيه يشوف السماء المفتوحة ويشوف أسرار السماء ويطبعا سجل لنا قدر ما يستطيع بروح الله القدوس سفر اللي الرؤية إيه لي يا فرح أنه فيه واحد هيجي أعظم منه مش أعظم من ناحية في اللي كليل ياخده لكن ده حط الأساس والتاني كمل هنا البطولة بطولة الحياة الكنسية لما بس كده على جبل التجلي أقول له أنت عايز يا رب ألا عايز أنور على كل الأجيال موسى يفرح وإليا يفرح وبطرس يفرح ويعقوب يفرح ويوحنى يفرح ولا واحد يشتغل زي التاني موسى يقدم النموس إليا يقدم النبوات نائب على الأنبياء بطرس يبتدي يخدم بالغيرة بتاعته يوحنى يشتغل بالإيه يشتغل بالرؤية الجميلة والاتكاء على صدر المسيح يعرف أسراره ويعقوب يمثل الإنسان كانوا يسموه يعقوب البار الإنسان الجد في الحياة المقدسة خمسة ولا واحد زي التاني لكن الكل إيه يكملوا ما كانش ممكن لرجال العهد الجديد يكملوا ولا يفهموا سر الصليب ولا سر الخلاص ولا سر التجسد ولا الأسرار الكنسية ولا الأسرار السماوية لو لم يستلموا من رجال العهد الأديم ما قد استلموه هي دي الكنيسة الحية مسيحنا يشرق ينور ويشتغل بين الأجيال وكل جيل يسلم الجيل اللي بعد من العبارات اللي بتكسر أعماق قلبي في الداخل وبتزعلني من شعبنا أني أقول لك الجيل الجديد ده جيل فسدان ده جيل الكمبيوتر ده جيل الويب سايز ده جيل الموبايل إلى آخره ونديله الله عالم اللي جاء يبقى ياخد كل شيء يطلع حاجة جديدة أهنا نقول لو سألنا موسى نقول له إيه رأيك يا موسى والجيل الجديد ده كمل الطريق بتاعنا دول أحلى مننا ونسأل التلاميذ رأيكم إيه في الأدامة يقول لك دول البركة بتوعنا دول حطونا الأساس وإحنا بنكمل أيهما أعظم مبنى الكنيسة ولا الأساس اللي تحت تفرقش أساس من غير مبنى يسوي إيه تبهات تتخرابة ومبنى من غير أساس يحبق إيه يوعى وتكسر ما أقدرش أفصل الأجيال من بعضها البعض ما أقدرش من من العيب للآباء والأمهات وليه نحن ككهنة وللشمامسة السيطرة على الأجيال الجديدة أقول للولد اللي أقوله تنفزه لا لا مش صح ربنا ما أدكش الدمية تلعب بيها ده إنسان من أجله مات المسيح وده له فكر زي ما أدك فكر ونفرح ونفرح لما أولادنا يبقى أكثر ركاءا مننا ونفرح لما شباننا يبقى أكثر غيرة مننا ونفرح لما يبقى أنجح مننا لأن ده علامة الكنيسة حية لكن تحطيم الأجيال سواء من الآباء أو الأمهات أو المدرسين أو الخدام أو الشمامسة أو الكهنة أو الأصقفة ده مش عمل ربنا مش عمل ربنا عمل ربنا شجعوا صغار النفوس عمل ربنا تبص تلاقي بولس الرسول قاعد يشغل يلاقي شابة لطيفة كده يقول لها أنت أحلى حاجة ممكن تخدمي تلقوي لا طب ممكن تبي شماسة الكنيسة التي فيه كنخرية وأول سلام يسلمه في رسالة الأهل الرمية في الأصحاح الستاشر قبل ما يذكر أي واحد يقول أوسيكم بالأخت أو بأختنا مين فيه خادمة أو شماسة كنيسة كنخرية أيه ده يا بولس قال دي غالي علي غالي علي تخيل كده لو جي أسقف قال يا جماعة فلانا دي هتستلم خدنا في كنيسة وهي هتعمل كذا وكذا وكذا يبتدي بابونا يبتدي بالشمامسة لا بولس الرسول شعر أن دي دي هدور خطير في كنيسة في كنيسة ربنا في كنيسة كنخرية يتقابل مع أكلة وبرسكلة ويشتغل معهم في الخيام لأنه كمان هو المهنة بتاعته الخيام تعرفين اليهود مهما بلغ من العلم لازم لغاية دلوقتي لازم يتعلموا حاجة صنعة يد لزروف الطرق فكان يسهر معهم بالليل يشتغلوا في الخيام معنهم هم كانوا أغنية بس اطردوا من روما مع بقية اليهود وبعدين يبقى الأكلة وبرسكلة والذين في بيت والكنيسة التي في بيتهما في ايه قال دول بيقوا كنيسة ودول بدوا يخدموا جاي واحد اسمه أبولوس ده اسكندراني فصيح بتاع فلسفة وغيره وآمن بالمسيح وبعدين جاي بشر في كورون فأكلة وبرسكلة نزل عندهم قالوا له احنا شايفينك ما بتتكلمش عن الروح القدس قال لهم مين الروح القدس ولا سمات عنه فبدوا يتكلموا عن الروح القدس ايه ده ده مين ده البيت مش يقول لك طيب نجيب حد مثلا لا لا كل واحد لي دور كنيسة ما تعرفش الخمول كل إنسان بحي لابس نلاقي يختار شاب زغير ذاتي مثاوس ما عندوش معنى ياخد شاب حرامي لس عبد هربان من القانون اسمه انسيموس تعمل فيه ايه ده قال ده هيدوق ربنا ويطلع ايه اشتغل ايه صور كده له واحد ايه عبد مش خدام عبد وحرامي وهربان طيب اقصى حاجة تعمل فيه ايه يقول لك بس يتناول طيب بس يدخل الكنيسة قال لا ده يبقى ايه يقول له احسبه احسبه نظيري ده اعتبره انه بولس الرسول لانه ده احشائي ده جوايا ولدته وانا في القيود ده غالي علي خدمته لي بشوفك انت ده بيكلم سيده في الليمون اللي سرق منه الفلوس بقول له هو بيخدمني حسنتك انت بتخدمني وانا بكتب بخط ايه ده اعتبرها دي كنبيالة الفلوس اللي عليك عنده انا بولس انا اوفي هسدد الدين مين فينا يعمل كده لو راحت جي الكاهن وقال له انا عملت وعملت يعني لو لا يمكن المرامة كان لطشو الامين ليه ليه بولس الرسول كان ياخد الواحد كده في حضنه طب طبع ليه ويلطفه مهما كان ويطلع منه ايه طلع منه اسقف طلع منه اسقف تخيل عبدي باسقف والسادة بتوعه يبقى في وسط الشعب ويشوفوا فيه المسيح عايز اقول التجلي حياة كنسية خبرة ممتعة للحياة مع المسيح الذي يشرق بنوره على الكنيسة حياة كنسية يجتمع الكل حوالين المسيح وفي المسيح واعضاء في جسده ويعمل الكل معا خلال الرأس الرأس هي اللي تحرك انت تروح هنا ويشتغل هنا وده يعمل العمل ده مش مهم العمل كبير صغير لائق بحسب منطق البشر او غير لائق انا يكفيني ان العمل ده من فين من ايد المسيح يبقى ده الكرامة بتاعة نحن نحتاج احبائي الى هذا الفكر باستمرار زي ما جامع رجال العهد القديم مع رجال العهد الجديد او مندوبين عن الاولين وثلاث مندوبين عن العهد الجديد وجامع الكبار مع الصغيرين وتبادل الكل الحب وتبادل الكل العمل وتبادل الكل ايضا الاحترام المتبادل بينهم وشعر الكل بالاحتياج للاخر في المسيح هي دي الكنيسة هي دي الكنيسة اللي ما قدرتش اقول ده شماز اكبر من ده وده اصغر من ده ودي الست مالهاش عمل في الكنيسة وده عيان ما قدرتش يعمل حاجة فيش حد ما عندهش عمل كنيسة جسد المسيح اللي كله ايه يقول يصنع خيرا بتقول لي عيان ما بقدرش انزل اقول لك صحيح ما تقدرش تنزل حتى لما تقدرش تنزل مع السرير ما تقدرش تركع وتصلي من اجل الكنيسة اللي في اسكندرية كنيسة في القطر المصري كنيسة اللي في العالم كله تقدرش ترفع عنيك وتقول يا ربي غير المؤمنين يدوقوا الايمان اللي ما عرفوش الصليب تشرق بنور صليبك عليهم اللي ما دقوش الحب الالهي تدوّقهم الحب الالهي اللي عايشين في الضيق والمرارة والتعب ما تفرحش قلبهم ليه بعملك فيهم نفسي كل واحد وكل واحد فينا يبقى الدينامو دينامو حامل المسيح مش ممكن المسيح يقوله استريح لك دقيتين تلاتة طبيعته كده يقول يصنع خيرا شغلتي متحرك باستمرار حتى أنا نعسان اشتهي خلاص العالم كله عايز كل البشرية تطلع على جبل طابور وتشوف الامجاد الالهية وتقوله مش راجعين نفسي بطرس حماته نسي امراته نسي المركب بتاعته نسي بباباه ونسي الناس اللي تحب قاله جيد يا رب أن نكون ها هنا لكن نزل واشتغل وكمل الطريق وحمل الصليب مع المسيح إلهنا الصالح يسوع الذي أحبنا ويشتهي أن يحملنا كلنا إلى جبل طابور ويحول قلوبنا وأفكارنا وبيوتنا وكل ما في داخلنا إلى جبل مقدس يشرق بنوره فينا يعطينا حياة متمتعة به يتجلى أمام فكرنا وأمام قلبنا وفي حياتنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر